في المواجهة دي نتكلم عن الخطة المتسارعة للحكومة لتنفيذ مشروع حدائق الفستات ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية وليكون هذا المشروع إحياء لأول عاصمة إسلامية في إفريقيا ويدلل على ذلك اجتماع رئيس الوزراء مؤخرا مع عدد من الوزراء والمسؤولين من أجل ضغط المخطط الزمني لتطوير حدائق الفستات هنتطرق كمان في هذه المواجهة إلى المشروعات الأخرى اللي بتنفذها الدولة في قطاع الأثار الإسلامية اسمحولي أرحب بضيفي دكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقطية واليهودية بوزارة السياحة والأثار أهلا بك يا دكتور أهلا وسهلا بك أستاذ ريهام وأهلا وسهلا بسهلا للمشاهدين أهلا بحدثك خلينا نبدأ من مشروع حدائق الفستات كلمنا عن أهم تكليفات رئيس الوزراء بشأن هذا المشروع الحقيقة أن مشروع حديق التلال الفستات الكبرى هو مشروع صدر بتوجيه رئاسة من فخامة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة رئيس الوزراء الدكتور المصافة مدبولي وأكتر من مزارة معنية وجزء من تنفيذ هذا المشروع منها على سبيل المثال طبعا وزارة السياحة والأثار وزارة الإسكان وزارة الداخلية وزارة الثقافة وغير ذلك الحقيقة الهدف من المشروع هو خلق رئة وإنشاء متنزه عام في أقدم بقعة في مدينة القاهرة عاصمتنا الجميلة وهي منطقة الفستات والمعروفة عامة باسم مصر الأديمة المنطقة طبعا تاريخيا الفستات زي معروف هي أصل القاهرة الحالية انشئت سنة 641 ميلادية على يد عامر بن العاص بعد فتح مصر وأصبحت هي الأساس أولابنا الأولى اللي بعد كده زاد عمرانها إلى العسكر ثم القطائع ثم القاهرة الفاطمية ويتوسع العمراني لحد ما بقت مدينتنا القاهرة الحالية مدينة الفستات طبعا تعرضت لظروف مختلفة منها حريق كبير كانت عمدا عملوا الوزير الفاطمي شاور وتهدم جزء أو احترق جزء كبير منها وجزء الشارعي وبعدين تحولت بقاء المدينة إلى أطلال وكيمان وتلال ونصي موضعها لحد ما جينا في سنة 1912 يعني من حوالي 100 سنة تقريبا وجي أحد علماء الأصال مصريين اللي هو علي بيك بهجت مع مهندس فرنسي ألبير جابريل وعملوا حفائر واكتشفوا بقايا مدينة الفستات من بعد الحفائر بتاعتهم دي حصلت أكثر من حفائر علمية في المنطقة لكن حقيقي في آخر خمسين سنة تدهورت الحالة العمرانية لمحيط مدينة الفستات الأسرية دي وهي زي ما احنا عارفين أن هي أول عاصمة للإسلام في إفريقيا فتدخلت كتير وتدهور عمراني وبيئي ودخول صناعات ملوثة وعشوائيات فكانت توجيه الرئاسي من هذا المنطلق اللي هو إعادة الرونق لهذه المنطقة مرة أخرى وإنشاء أو تصميم وإن شاء الله البدي في تنفيذ مشروع حديقة تلالة الفستات اللي خدت اسمها من اسم المنطقة علشان تبقى إن شاء الله بالشكل اللي أنا شايفينه دي على الشاشة لو ممكن حياتك برده بقولنا الصورة دي لإيه الصورة دي المنظور لما سيكون عليه مشروع حديقة تلالة الفستات بعد الانتهاء منها ده شكلها يبقى كده شكلها يبقى كده بنتكلم عن مساحة مسكة من عندي شارع صلاح سالم اللي احنا عارفين دلوقتي في منطقة عين الصيرة من ناحية الشمال الجنوب بتاعه شارع الفستات ومن ناحية الغربية في بقى طبعا عندنا جامع عمري بن العاص منطقة مجمع الأديان يعني الكنيسة المعلقة والمعلقة وكنيسة أبو سرجة ومار جيرجز مع أبد بن عزرة اللي هو مجمع الأديان ده مكون ثقافي ديني حضاري موجود ونقطة جذب سياحي في هذه المنطقة هتبقى جزء من المشروع ده عندنا من ناحية تانية فيه موضع مشهد قال طبع طبع عندنا متحف الحضارة طبعا كانت برضو البداية اللي شجعت على إقامة هذا المشروع لأن تطوير منطقة عين الصيرة اللي هي عين الحياة دلوقتي ومتحف الحضارة واصبحت بالشكل اللي احنا شايفينه عليه دلوقتي واللي كلنا كنا فخورين به لما شفناه في ليلة عرص موكب المهمات الملكية اللي شرفه طبعا باستقبال فخمت سيد الرئيس لها في متحف الحضارة وكنا كلنا كم مصريين يعني فخورين وسعداء بهذا المشهد الحضاري الجميل المنطقة كلها اللي هي مساحتها هي ظهرة في الصور قدامنا حتيب أن شاء الله على نفس المستوى بتاع المنطقة بتاعة بانوراما متحف الحضارة ومتحف الحضارة نفسه حيب جزء من مكون حديقة للفصطات اللي هي فيها بتشتمل على مناطق طرفهية مناطق ثقافية فناطق بسيطة تتناسب مع المكان بالإضافة طبعا لتوظيف السياحي للأثار اللي أنا ذكرتها زي ما قلنا يعني جامع عمر ومنطقة حفائر الفصطات وحستطيع الزائر هذه المنطقة إن شاء الله عندما يتم المشروع أنه هنعمل إحنا زي ريكنوستراكشن لبعض أو إعادة إحياء لبعض وترميم المباني الأسرية اللي هي نتجة عن حفائر الفصطات بحيث يستطيع الزائر أن يتجول في شوارع الفصطات القديمة اللي هي من 1200 ومن 1300 سنة لأن المباني اللي بقية في الفصطات دلوقتي طولوني فاطمي إخشيدي يعني من القرن التاسع لقرن الاثناشر الميلادي فحيقدر الزائر إن هو في المنطقة دي كقيمة مضافة للمشروع مش بس مشروع الطرفيهي ولكنه ثقافي وعلمي أيضا وعلى الحفاظ على الطبع الأسري للمنطقة